السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعمل اكواد اللي يتعلم منها ويصدد منها كثيرا ويرجع لها كثيرا أثناء ما هو شغال المرجع اللي هو بي اس 1299 وخصصا جزء الثاني اللي صدر في 2013 ده طبع كود البريطاني ففي بعض المعلومات الكثيرة مفيدة وكويسة في الاول بيقول بعض الاختصارات بعد ذلك بيشرح الفرق بين لفل 0 و 1 و 2 و 3 دي مراحل نضوج البيم لفل 0 يبقى انت تشغال اكواس واخطوط و تكست وما فيش كود وما فيش نظام لفل 1 الشغل المنظم و 2D و 3D بس ما فيش تبادل المعلومات بين البيم يعني حتى لو انت شغال ببرامج البيم بس ما فيش تبادل المعلومات ما بتاخدش بموديل بيم تستفد منه في مكان تاني مش ماشى باللاكواد مضبوطة تمام؟ ماشى مثلا بالبي اس 1292 2017 او 2007 الكتاب ده واخد جزء كبير قوي من 2007 ومطور فيه لفل 2 لأ انت عندك موديل معماري وعندك موديل انشائي وعندك موديل كهروميكانيكل وبتتبادله المعلومات مع بعض فيه لينك بينهم اللي بيحصل تطور هنا التاني بيشعر بيه وبياخد اخر update وماشى بالاكواد اللي هي باس 1290 جزء ثاني وجزء ثالث وجزء الرابع وماشى بكود برضو بي اس 7000 لفل 3 كلنا شغلنا على نفس الموديل وحتى ممكن يكون الناس في الدول الاخرى وبنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه في نفس الموديل الف سي بي اس ايزو 16739 والاي دي ام والايف دي كلنا عنهم كزا مرة في مجلة بيت مرابيا وهنا دي دورة الحياة بتاعت تسليم المعلومات فاول حاجة انا بحتاجها الاي اي اي ار بس بعدك هنعرف في الجزء الخامس ان في حاجات كتيرة قبل اي اي ار في او اي ار في كزا حاجة موجودة قبل ما اخذ من المالك المطلبات بتاعته لان ممكن تكون مثلا في مطلبات قانونية لازم اعملها قوتها اقوى من الحاجات اللي المالك هتلوها فبنعرف مين له اي اي ار بعد كده من خلالها بنعمل البيمكستوشن بيلان قبل العقد بتبع حاجة وسيطة بعد العقد بنحط فيها تفاصيل وبعد كده بتعمل م اي دي بي بحيث تحدد المراحل تسليم كل مرحلة هتسلم اللي او دي كام وهتسلم تفاصيلة دي ايه وفي كل مرحلة من المراحل ديت بيبقى فيه تسليمة وبسلم المعلومات ممكن في كل مرحلة المالك يقول لا اذا انا كده مش عاجبني الشغل وقف هتسند الشغل لشركة تانية في الاخ خالص لما بخلص لما بخلص المبنى بدي له موديل فيه وفيه نان جرافكال داتا وفيه جرافكال داتا وبكده عملنا الاي اي اي ام اللي هو الموديل اللي هتشتغل اثناء التنفيذ وممكن المالك نفسه يجي لنا هنا ويقول لنا انا عند المبنى شغال بس عايز اعمل موديل بيم عشان عام دزام بي ام اس بلدنج منجي منت سيستيم وعايز يكون عند موديل اللي اقدر ادير به المبنى هنا بقى بيكلم ان مطلبات ليفل 2 هو كتاب مركز سببا عن ليفل 2 لان هو بقى اصبح اكباري من اول ابريل 2016 وهم كانوا عاملين حسابهم على كده من 2011 فمركز ازي توصل ليفل 2 فبيقول لك ايه الاكواد الاسية اللي انت تشغل عليها خلقها ايه انتامننننن حساب معحدة ويقول لي ما معنا كل واحدة فيهم ايه هنا واله علاقة بين العقد و الدوكمنتيشن هنا ببدأ يفصل الدورة تسليمات المعلومات انها نتحدثنا عنها من شوية بعد ذلك يتحدث عن The Command Data Environment هذا هو CDE نعمل على فولدرات في 2007 كان نجوز هذا فقط يتحدث عنه Work and Progress المعمار يعمل فولدر Work and Progress والكهروميكانيكل والإنشاء إيه وكل واحد يعمل فولدر بتاعه محدش يقدر يطلع على الشغل اللي هو بيعمله عندما يتوافع عليه يعدم بابا برقم واحد ويتضع فولدر Shared بحيث كل الأقسام تبقى شاهدها لما يتوافع عليه ويتضع في Publish بحيث ينفع أن نبعه لناس الشركة معنا السبلاير والاستشاري وكل فترة بعمل أرقايف بحيث يكون لدينا صحتياتي منه ولو في واحد يشغل معنا من طرف خارجي برضو نتبقى نديله معلومات وناخد مننا المعلومات ونضعها في Shared بحيث نستفاد منها لما المعلومات كلها تخلص بحيث أنه يبقى عنده نفس الفولدرات ويبدأ يعمل Update لو حصل أي تعديل في المبنى هنا بيقول لي أن كل الملفات بيبقى لها زي علامة بحيث أن أنا ما بصع عليها أعرف الحاجات هتصدر لإيه يعني مثلا S0 ده في Work in Progress تبقى الملف مكتوب فيه S0 اللي هو خارج For Coordination بيبقى S1 اللي هو Issue for Information IFI S2 كل واحدة منهم أول ما نرى الرمز بيتعرف المراجعة والتندر والكوستنج فده بيسهل علينا الشغل وهنا بقى بيكلم اسم الملف والليرات التوقف مثلا الـ Project Location سوف نخذ حرفين لأن تقريب الإنسان ثم الزونة ثم الأول الزونة يعني ترتيب ده بيتقوم بيص اللوحة حتى تعرف المكان ده نفس بيترتب بالأرقام يعني يقولك مثلا بيزمانت سبعة هياخد زيرو بيزمانت ستة هياخد واحد وهكذا فمتبقاش عارف فين الجراونت هنا بالطريقة دية اولا ببصت اللوحة بتعرف ده البيزمانت ده الجراونت ده دور الاول ده دور التاني فطريقة حلوة في تنظيم الملفات وانا بقولك المعماري بشغل وورك ان بروجرس وبعد كده بيحط في الشيرد وبعد كده الانشاية بياخد الحاجة اللي في الشيرد دي ويعمل لها لينك بالورك ان بروجرس بتاعته بحيث ان اي تطورات تحصل في الشيرد هو يبقى شايفة ويبني عليها فبيبدأ ينظم الشغل بين الاقسام المختلفة زي ما تشايف بيبدأ يقول لي بقى في كل مرحلة من المراحل هيبقى الشغل عامل ازاي وكل مرحلة بنبدأ ندخش تفاصيل اكتر دي كلها نظرة سريعة على الكود لانه هو صراحة من الاكواد اللازيزة اللوحة بيستفاد منه كل ما اراه بلا في معلومات قيمة تمام مرة جاء ان شاء الله ناخد جزء تاني منها ترجمة نانسي قنقر